السلام عليكم الأخوات أحوالكم طيبين إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتشوفوا هذا الفيديو من الأول الأخير مرحبا بكم في قناتي قناة أم إسراء سهل وسريع بدأوا الفيديو دي لنا كيف العذاب اللهم صلي وسلم و أبارك على سيدي وحبيبي رسول الله فاليوم بحول الله وقواته تتم الفيديو السابق أو الفلوك السابق يوم الجمعة الأبرك نتمنى أن أنكم تكون دوزوا هذك اليوم في رضا من الله و رضوان فهنا يا أخواتي كيف سبق لي قلت في الفيديو السابق أن مع 12 قريبا سليت طهي أو للطيب دي الوليما دينا وجهت الأستاذ دينا الله يكرمها واجعل خطوتها خالصة لوجه الله فأخذت الوليما وتوجهت الوجهة ديها المعلومة اللي غادي إن شاء الله تطعم فيها هذك إن شاء الله الأجرة أو لهذك الخدمين في المسجد وفي البير كذلك تقبل الله من جميع المحسنين اللي شاركوا في هذك البير وكذلك اللي شاركوا حتى في المسجد جعلها الله صدقة جارية خالصة خالصة لوجهه تعالى فهنا أخوتي كانت 12 ونصف قريبا دي النهار فأنا لبست حويجتي ألبست ولدتي حويجتهم أخذت معي هذك الساك اللي كنت وشفته معي اللي فيه الملابس بعض الملابس من هذك الساك اللي كانت برعت به هذك الأخت لا يتقبل منها صاحبة الوليما بطبيعة الحال فأخذت منه حويجت لهذك البنوتة ومشينا أخوتي توجهنا لعند الأخت دينا وتقديت يعني لي كتب الله يعني شوية دي سير إلى آخره ومشينا مشينا لعند الأخت اللي كنا نيري معها أنا أنا غادي نجو معها أنا ووحد صديقة دي اللي الله يجزيها بخير حتى هي مشينا عند الأخت اللي مريضة ولكلكم يعني رأكم كلكم رأكم يعني سمعتوا الحالة دي لها وشفتوا وحكيت لكم معاناة دي لها وكلهم الأخوات تأطروا وكلهم دعوا معها وكل شيء تقريبا يعني عزت علي فالله يجزيكم عننا خير الجزاء والله يكرمكم والله يستلكم كل عسير فشكرا لكم أخوتي ألف شكر فأخوتي بعد ما مشينا فالقناها لأخت الله يجزيها بخير الله يكرمه ويستر لها يا رب العالمين فعملت الغداء صراحة أنا مشي تكلمت بالجوع لأنني سبحان الله منك يكون عندي شيء غراض وكان النوت بكريب في الفجر وما كان رجعش نعز فما كان تكونش عندي الشهية وما كان فطرش فصراحة ما فطرش ومشي تكلمت بالجوع فكلقوا هذا الخير هذا سعاد يسكسو ما شاء الله سبارك الله الله تعالى يعطيها الصحة لهذه الأخت اللي صيبتها والله يتقبل منها والله يجعلها في ميزان للحسنات ويرفع لها به الدرجات ويجعلها للشفاء ونور وعافية إن شاء الله يربي ما شاء الله هذو هم المسلمين كلنا كانت تعاونوا كلنا كانت ضمنوا بالخير بالطعم بالمال بكل شيء الحمد لله بالقلوب دينا بدعاء دينا كل شيء تضمنوا مع هذه الأخت هذه جاو أخوات طيبات جابوا الكوسكوس جاو أخوات أخرين وجابوا اللي كتب الله وتجمعنا عند الأخت دينا الحمد لله ودوزنا وقية زوين ودخلنا عليها الفرحة ودخلنا على قلب ديالها الصرور والدعوة ديالها دائما مع الأخوات قاعد لي سهموا معها واللي تعاونوا معها واللي دعاوا معها أخواتي فشكرا لكم ألف شكر أنا شخصيا بغيت نشكر ودع الأخوات ولكن ما عرفتش من لين غادي نبدأ واش غادي نبدأ من الأستدى نبيلة الله يكرم الله يجزيها بخير لسمعة الأوديو بالليل وما تأخرج في الصباح كان عيطت لي أوقات عندها شي صخرى ولا شي أمان خصى تبرع بها لهذا الأخت وكنت أنا شخصيا عند سيدة المريضة كنت مشيت باش نديلها الفطور وباش المشي عو تنشري ودوى فجاءت الأخت نبيلة الله يكرم وصلت لعندي وعطاتني الأمانة وقتلي نتمنى نكون يعني ساهمت ولو بالقليل وتعاونت ولو بالقليل فتعاونتي بالكتير صاحبتي وأختي وغاليتي أستدى نبيلة الله يكرمك الله يجزيك بخير وجعله في ميزان حسناتك وما عرفتش أو ثاني واش نشكر للأخت والأستدى الغالية والعزيزة على قلبنا الأستدى ظهور اللي احتهي مغيس معت الأوديو ما تأخرج وقالت أنها غادي تديرلي فجهة ديالها وغادي إن شاء الله تعاون مع هاد الأخت اللي كتب الله وعاد الدعوات ديالها واللي عيطات وقالت أنها يعني جيب ليدك التحاليل إن شاء الله غادي نتكلف لها بتحاليل فشكرا لك أستدى عفو الأستدى الظهور جزاك الله عنا خير الجزاء وأكرمك ويعني زادك الله من فضله ومعرفش كذلك شكون عن شكر أو ثاني الأخت فاطمة من هولندا لدائما وأبدا صباقة في الخير دائما السابق الأول الله تعالي جعلها وإياكنا من السابقات الأولين في الجنة إن شاء الله اللي احتهمت خراج سمعت الأوديو فتحركت فعملت لها أمورها يعني صفتت هذه الباركة الله تعالى يجعلها لحرز من النار إن شاء الله اللي سعدتنا كثير واللي عودنا تدينا الأخت الطبيب الجديد وعودت عملت تحاليل أخرى لأن عودت لها تحاليل آخرين ديال الدم وعودت لها تحاليل ديال الرحم ديال فشكر الأخت فاطمة ألف شكر المبلغ لصردت الأخت فاطمة فعولنا بزاف و وجه الوقت المناسب لكنا وقفنا للتحاليل التاني اللي عودت عملت الأخت فالله يكرمك والله يجزيك أنت والأخوات كاملين اللي معك الله تعالى يربي اللي عنده أمنية خير الله تعالى يسر ويحقق لهم الأمنية كلهم اللي عندهم إن شاء الله ولا الأخت صاحبة الوليمة اللي ديجا يعني ذكرتها بزاف ديال الفيديوهات اللي ساهمت بالملابس اللي ديجا ساهمت بهم قبل وشاهمت كذلك بدك دك الكمية ديال اللحم اللي طيب لها وكذلك ساهمت بواحد المبلغ مهم للأخت ديالنا هاد الأخت هدي فالله يجزيك عننا خير جزاء تينا ولا الأخت ديالك لأخوات ديالك الله تعالى يردهم للديار من جو بصحة وبعافية وبسلامة ويحفظهم في أهلهم في أولادهم في صحتهم في عافيتهم يا ربي يا كريم وكذلك نشكر الأستاذة ديالي الغالية والعزيزة الله تعالى شافيها ويعافيها ويجزيها عننا خير الجزاء لحتى هي كانت عيان أو كانت معذومة وكانت مشات غسلت واحد جارة ديالها ومن لي جهة هاد الخبار في الواتساب فقالت أنها ما غاديش تأخر وقتلي 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 ضروري دابة دابة نمشي ندير هاد الخطوة لله ونمشي نطلل على هاد الأخت ونساهم معها بدك ش اللي يكتب الله فالله يجزيك عنا أستاذة خير للزاء وش كون عن شكر أخر الأخت ديالنا الأخت حفيظة اللي دائما وأبدا هي ولا ولدتها كيتأطروا بالحالة اللي كان حد وكيتساهم وكيتأخروا شو دائما من السابق الأولون في الخير لا في رمضان ولا في العيد المبارك ولا في الحالة يعني دائما دائما ما شاء الله نسلف قلوب ديالهم الرحمة قلوب ديالهم الخير فالله يجزيهم عنا خير الجزاء الله تعالى يحفظ لها الأولى ديالها والله تعالى يكرمهم والله تعالى يزيدهم فضل ولا ينقصهم إن شاء الله ما بغي تنسح شي وحد وما ننساش الحاجة ديالي الغالية والعزيزة الحاجة ديالك زناية اللي احتهي عيطات ودعات مع السيدة وعبرت على أنها يعني ما أترى من الحالة ديال الأخت وقالت أنها غدي تساعدها إن شاء الله بليكتب الله وقالت لي غدى أجل عندي ولا سيف ديالك نعطيكم للك لكتب الله باش تعاونوا هات سيدة ولكن مع الأسف ما مشناش عند الحاجة ديالي الله يكتبها لك في ميزان حسنات ويجعلها لك رفعة في الدرجات إن شاء الله يا رب العالمين صدقة ديالك مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى مادم أنك نويت تعطيها فقلت لها لو وصلنا ووجتنا الحاجة للا فغاد ينجي وناخدها لما وصلت ناش الحاجة للا فالله يتقبل منك شكرا لك الحاجة الله يكرمك ويزيدك من فضله ويغنيك يا ربي من فضله عما سواه منسج الأخس العزيزة والغالية الأخس ماليك الحبيبة ديالي اللي يصلح للا الأولاد ديالها ويعين الزوج ديالها ويجعلهم يربي أسرة طيبة مباركة ويألف ما في القلوب ديالهم ويجمع الشمل ديالهم يا رب العالمين حتى هي ما تأخرت بالدعاء ديالها ما تأخرت بالمساهمة ديالها ما تأخرت لنا حتى بشي حاجة ساهمات وخاقت لها الأخت صافي محتش أنك تساهم فقالت للا أنا نويت هات الصدقة لها الأخت فاخذي لها بها شي حاجة الله يرحم والديك فاخذي لها بها شي حاجة للأكل فالله يكرمك والله تعالى كما طعمت هات الأخت الله يطعمك من ثمار الجنة ويسقيك من حوض الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم أخواتي الغاليات شكر ليس بكافي الأخوات الغاليات صارحة أخواتي الغاليات شكر في الحق ديالكم فهو قليل وقليل بزاف ولكن كما كيقول رسول علي أفضل الصلاة والسلام فإن أسدى إليكم أحدا بمعروف فكافئوه فإن لم تجدوا بما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافأتموه فدعا إليكم أخواتي الله تعالى استرلكم كل عسير ويحفظكم في أولادكم وأزواجكم وقرة أعينكم إن شاء الله والله تعالى يجعلكم من أهل تقوى من أهل الإيمان من أهل الإحسان وكيف مجمعنا الله سبحانه وتعالى بغيري ميعاد فالله تعالى يجمعنا في بحبوحة الجنة والله تعالى يجعلنا من أهل من أهل تقوى ويجعلنا إن شاء الله من المتصدقين من المحسنين والله تعالى يرزقنا الإيمان والله تعالى يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل إن شاء الله ويد في يدي إن شاء الله غادي يمشيوا للجنة وكيف مكتبت لكم في الواتساب قافلة الجنة فإن شاء الله تكون اسم على مسمى